يعطيكم العافية يا ثامن اليوم إن شاء الله يمسنا نحل بس فقط أسئلة اختبار ذاتي طبعا الدرس الأخير يمس في هاي الوحدة مبدية لهو معامل التغير بس يمسهم بدحل داعي دائرة في صفحة 129 منشور رباعي مساحة الجانبية 48 سنتيمتر مكعب وارتفاعه سنتيمتر لذا فإن طول المحيط القاعد يساوي هسا إحنا بنعرف يا ميس بالنسبة للمساحة الجانبية للمنشور الرباعي يساوي المحيط طبعا محيط القاعدة ضرب الارتفاع هيك أخذنا إحنا معطيني يا ميس المساحة الجانبية 48 باي يساوي 48 باي المساحة الجانبية عند الارتفاع 6 بدي هون يا ميس المحيط القاعدة طيب لحتى أوجد محيط القاعد يامس هون بدي أقسم على معامل محيط القاعد اللي هو 6 وهون يامس بدي أقسم على 6 الستة بتروح مع الستة فالمحيط هون عندي يامس رح يكون 8 باي سنتيمتر إذن الجواب فرع G طيب استوانة نسق قطر الاستوانة 7 سنتي وارتفاع الاستوانة 10 سنتيمتر ما مساحة سطح سطحها الكلية بالسنتيمتر مربع طبعا أنا بعرف يامس إنه المساحة سطح الاستوانة الكلية يامس تساوي 2 باي نونقاف بعين زائد نونقاف 2 باي دقيمة البيت 22 على 7 ضرب نص القطر كم يامس بالسؤال الماطنية 7 سنتي ضرب الارتفاع يامس كم 10 زائد نص القطر هون عندي كم 7 السبع يامس بتروح مع السبع 44 ضرب 17 ويساوي 748 سنتيمتر مربع إذن الجواب يامس رح يكون فرع ألف طيب مخروط دائري قائم مخروط دائري قائم مساحة القاعدة 616 ما محيط القاعدة بطبعا محيط القاعدة للمخروط عبارة عن دائرة بدهم المحيط بالسنتيمتر أول شيء هون يامس معطيني مساحة القاعدة تبعة المخروط وإحنا بنعرف أنه مساحة القاعدة تساوي يامس كم باي نونقاف تربيع طيب قيمة الباي عندي هون يامس 22 على 7 ضرب نونقاف تربيع ومعطيني المساحة 616 من المساحة يامس بوجد النص القطر وبعوده بالمحيط بعوده بقانون المحيط لحتى أوجد محيط القاعدة المخروط اللي هي الدائرة نص القطر يقوم بأضرب بسبعة بدل 22 ومعطيني المساحة 32 وحينها بن 있는데요 بيبقى عندي نص القطر تربيعي يساوي 196 تحت الجدر التربيعي تحت الجدر التربيعي نص القطر عندي يامس يساوي 14 سنتيمتر كيف نجد المحيط القاعدة ؟ انا اعرف يامس انه محيط القاعدة يساوي 2 باي في نص القطر يعني 2 ب 22 على 7 قيمة الباي ونص القطر عندي هون 7 السبعة بتروح مع السبعة فبقى عندي هون المحيط 44 سنتيمتر الجواب يامس فرع باي طيب هرم حجمه هرم طبعا حجمه يامس هون عندي يساوي هرم حجمه 175 ومعطين ارتفاع الهرم 25 بده مساحة القاعدة هس انا بعرف يامس انه حجم الهرم شو يساوي ثلث بمساحة القاعدة بالارتفاع ثلث مساحة القاعدة عندي هون مجهولة والارتفاع والارتفاع عندي هون كم يامس كم معطيني الارتفاع 25 والحجم قده معطيني يامية و75 طيب 25 على 3 طبعا واحد ضرب 25 على 3 بمساحة القاعدة بمساحة القاعدة يساوي 175 طيب لحتى اوجد مساحة القاعدة بدي اضرب بمقلوب 25 على 3 يعني ضرب 3 على 25 ضرب 3 على 25 بتروح مع الثلاث والخمسة وعشرين بتروح مع الخمسة وعشرين بصف عندي مساحة القاعدة تساوي 175 يمس ضرب 3 تقسيم 25 بيطلع الجواب يمس 21 سنتيمتر طيب سؤال خمسة السؤال ستي ما بدي يا لانه هو من ضمن الدرس الاخير وانا مش مطالب فيه كرة طول نص قطرها ستة وحجم بدهم حجمها بالسنتيمتر مكعب طبعا حجم الكرة يساوي 4 ثلاثة باي نص القطر تكعيب طيب 4 ثلاثة طبعا بدلالة باي لانا اجبو بدلالة باي فما عوضوا الباي بتدلها الباي زمهية ونص القطر عندي ستة تكعيب يمس 216 ضرب 4 تقسيم 3 يمس بيطلع عندي هون الجواب 288 وبتنزل قيمة باي مثل ما هي هاي بالنسبة لحجم الكرة بالسنتيمتر مكعب